أهلا بكم في قناة صندوق أفلام فيلم النهاردة مش محتاج مقدمات كتير وده لأن أبطال الفيلم وقصته كفيلة إنها تخليك تكمل الفيلم لحد الآخر فياريت كده تجاهز مشربك المفضل لأن الفيلم ده هيرجعك لأيام الزمن الجميل وطبعا مش محتاج أفكرك أنك تحط لايك لو الفيديو عجبك وعلشان ما طولش عليكم يلا نسلع نبي ونبدأ الفيلم بيبدأ الفيلم ببنت فقيرة وهي رايحة الأصر لواحد اسمه موفيرنا وموفيرنا ده بيكون هو حاكم القرية اللي هم فيها وفي الوقت ده أبو البنت دي بيكون شغال عنده ولما بتسأل المساعد بتاعه عن أبوها بيعرفها أنه قاعد مستنيها جوه لكن للأسف بيكون عاملها كمين واللي بيكون موجود جوه هو سنغ ابن موفيرنا حاكم القرية لكن للأسف سنغ كان مختلف جدا عن أبوه وعرف البنت دي أنه شغل أبوه عنده مخصوص علشان يجيبها للأصر عنده ويعتد عليها وفعلا بعدها ده اللي بيحصل وبطاعة تحت إيد واحد ما بيرحمش ولما أبوها بييجي المساعد بيحاول أن هو يعطله علشان ما يطلعش يشوف بنته بالمنظر البشع ده وما كانش قدام البنت دي غير أن هي تنهي حياتها علشان ما تجيبش الفضيحة لأبوها ولما سنغ بيشوفها بكل برود أعصاب بيطلب من رجالته أنهم يرموها في النهر وفعلا ده اللي بيحصل بعدها وبيخضوها وبيرموها وبتروح البنت دي ضحية لأفعال واحد مجرم عندهش ضمير وبعدها بنشوف واحد اسمه كالو وهو ماشي في القرية ولما بيقف يتكلم مع الكاهن الكاهن كان بيكلمه هو أرفام منه لكن كالو بيعرفه أن مش اللبس اللي بيخلي الإنسان كويس وأن في ناس كتير بتلبس أغلى حاجة بس من جوهم قلوبهم سودة وبيسيبه وبيمشي وبعد كده بنشوف واحد اسمه جيفا وهو قاعد مع دانيا البنت اللي بيحبها ولما بيشوف كالو أباوه هو جاي بيروح يسلم عليه لأنه كان بيحبه جدا وبعدها بياخد البقرة وبيروح للكاهن وكانت شغل الجيفة أنه يأكل كل المواشي اللي موجودة في القرية وياخد باله منهم وفي مقابل ده كان بياخد منهم فلوس لكن الكاهن ده ما كانش عنده أي ضمير ومرضاش أنه يديله فلوس بحجة أنه قاعد يحرس المعبد في كل وقت والمفروض أنه ياخد خدمات من كل الناس بيضمه قابل وبعدها بنشوف سينغ وهو ركب مع أخته العربية وكانت بتجرب الحسان بسرعة جديدة جدا وفي الوقت ده عيل صغير بيقع قدام العربية وكاله هو اللي بيشوفه وبيقدر أنه ينكزه في أخر لحظة وبعدها عجرة العربية بتقع في حفرة وكلهم بيقعوا من عليها وفي الوقت ده جيفة بيقوم عدي وسينغي بيأمره أنه يطلع العربية لكن جيفة ما كانش بيحب حده يأمره وعرفه أنه يطلع العربية بمزاجه مش عشان هو أمره وفي الوقت ده ليلة بتقوم معجباب شجعته وكوته لما بتشوفه هو بيطلع العربية لوحده وبعدها بتديله فلوس وبيسبوه وبيمشو لكن جيفة ما كانش يردع على المعاملة دي وبيقطع الفلوس وبعدها بنشوف أبو البنت اللي موتت نفسها لما رجع القصر التاني علشان يسأل عليها لكن المساعد بتاع سينغ كان بيتكلم معاب كل قصوة وما كفهوش كل اللي حصل وكان عايز يسوق سمعت بنته وقال له أنها أكيد حبت واحد وهربت معاه وطبعا لأن ابوها كان غلبان ما كانش بإيده يعمل حاجة وبعدها بنشوف سينغي وهو بيزعق مع ابوه ولما أمه بتسمعه بتطلعه وبتقوله أنه هو ما ينفعش يتكلم مع ابوه بالأسلوب ده لكن سينغي ما كانش همه أي حد وبيفضل برضه يزعق له وكانت الصدمة ليه لما بيشتم ابوه قدام مراته وبنته ومن قوة الصدمة ما بيقدرش أنه هيستحمله وبيموت وفي الوقت ده كل أهل القرية بيكونوا زعلانين عليه لأن موفيرن عمره ما ظلم حد فيهم ده ده اللي بيحصل لأن وقت تجميع المحصول المساعد بتاع سينغ كان عايز ياخد منهم تلتين المحصول درايب على حماية سينغي لهم لكن طبعا كلهم بيرفضوا لأن النسبة كانت كبيرة جدا وفي الوقت ده كله بيقف في صفهم وبيبدأ أنه هو يشجعهم على هم ما بيعملوه ولما سينغي بيعرف اللي كله عمله بيكون متضايق جدا وبيجيبوا لحد الأسر عنده وبيفضل يضرب فيه بكل انتقامه وبيزل فيه وبيعرفوا أنه لو مهدش الفلاحين هيقتله لكن كاله ما كانش همه أي حاجة وعرفوا أنه عمره ما هيعمل أي حاجة تخالف ضميره وفي الوقت ده سينغي بيكون عايز يهينه أكتر وبيحطه في أفصه وبينعمه في وسط المواشي وتاني يوم جيفا بيكون موجود في الأسر علشان يأكل المواشي وبيتصدم أول لما بيشوف كاله ولما بيعرف منه اللي حصل بيخضع علشان يهربه من الأسر ولما الحارس بيرفض أنه يطلعه بتيجي أم سينغ وبتؤمر الحارس أنه يخليه يعدي ولما جيفا بياخده وبينزل القرية كل أهل القرية بيكونوا عايزين يروح ينتقموا من سينغ لكن المرة دي كانوا هو اللي بيهديهم لأن ما كانش عايزهم يحصل لهم مشاكل بسببه وتاني يوم أم جيفا كانت موجودة في الأسر علشان تمسحه وفي الوقت ده سينغي بيتزحلق وهو نازل وبيزوقها وبيوقع على الأرض ولما جيفا بيشوف أمه وهي بتتهان ما بيقدرش يمسك نفسه بيروح لشان يضرب سينغ لكن الحارس بتاعه بيجي وبيضرب جيفا من ظهره وبيتلموا عليه وبيفضل يضربه فيهما اللي اتنين وأم جيفا بتروح لسينغ وبتترجى أنه هو ما يقزيش ابنها لكن سينغي بيكون متضايق لأن دي كانت أول مرة حد يرفع يده عليه ولما كان عايز يقتله أم سينغ هي اللي بتمنعه وبتفضل تزعق له لأنه ضمر كل اللي أبو عمله وبتروح بنفسها تعتذر لجيفا وأمه والجيفا بيعرفها أنه مش هيسمح لأي حد يهين أمه وبياخدها وبيمشي ولما بيرجعوا البيت بيفضل يعاتبها أنها بتشتغل عند الناس وفي الوقت ده أمه بتعرفه هي عملت كده ليه وبتحكي له أن بعد وفاة أبوه حصل فيضان دمر القرية كلها وما كانش قدامي غير أن أرهن كل الحاجات بتاعت الجواز بتاعتي علشان أقدر أصرف عليك وربيك وخبيت عليك أن بشتغل خدامة عند الناس لحد ما قدرت أجمع الفلوس دي لكن للأسف بعد ما سددتها عرفت أن الفلوس دي كان عليها فايدة لو اشتغلتنا وإنت طول عمري مش هنقدر نسدها وجيفا بيطمنها وبيعرفها أنه يجب لها حقها وبيسيبها وبيمشي ولما بيروح للدائن بيعرفوا أن أمه ماضي على أوراق تزبط صح الكلامه وجيفا بيكون متضايق منه لأنه كان متأكد أنه نصب على أمه وبيقطع الورق ده وبيكون عايز يقتله لكن بعدها بتيجي الناس وبتبعده عنه وبيقدر ادقني أنه يقفل على الباب وتاني يوم دانيا اللي جيفا بيحبها بتكون في الأرض الوحدة وسنغ بيروح لها وبيكون عايز ينتئم من أبوها فيها وبيحاول أنه يختصبها ولما بيختفع على الحصان بتاعه وبيجري بيها جيفا بيجي وبينكزها منه في آخر لحظة وبيعرف سنغ أنه جواقت الانتقام وبينزله وبيفضل يضرب فيه بكل الانتقام وبيفكروا على أهنته لأمه وبيكمل ضرب فيه لحد ما كان هيقتله لكن دانيا بتروح له وبتحاول أن هي تهديه علشان ما يوديش نفسه في دهية وبيعرف سنغ أنه لو تعرض له أو تعرض لأي حد من عيلته هيقتله من غير أي تفكير وسنغ ما بيكونش شايف أي حاجة وقتها غير الانتقام وفي نفس اليوم بالليل بيولع في بيته هو نايم مع أمه فيه وكانت الصدمة لشيفة لما بيجي يخرج وبيعرف أن الباب مقفول من برة لكن بعدها بيقدر أنه يكسره وبياخد أمه وبيخرج من البيت ده وفي الوقت ده أمه بتكون متحصرة على البيت بتاعها اللي راح منها لكن فجأة بيتلاقي كله جاي وجاي بكل الفلاحين معاه وبيوعدها أنهما يعملوا لها بيت مكانه ولما سنغ بيعرف أن أهل القرية كلهم بيساعدوا جيفة بيؤمر رجالته أنهما يروح يقتلوا لكن بيلاقي الكاهن دخل عليه وبيقول لهم عند خطة أحسن من ديب كتير وتاني يوم بيجمع كل أهل القرية بعد ما قدر أنهو يسمم المواشي بتاعتهم وبيتهم جيفة أنهو اللي عمل كده وللأسف كل أهل القرية بيقفوا في صف الكاهن وبيتلموا على جيفة وبيكونوا عايزين يقتلوا ولما أم جيفة بتروح تحكي الكالو على اللي حصل من غير أي تفكير بيروح له علشان يساعده وبيفضل يضرب في كل اللي موجدين لكن في الآخر بيتكتروا عليهم وبيقدروا أنهما يوقعهم هما الاتنان وبييجي رجالة سنغ وبيأمرهم أنهما يسيبوا القرية ويمشوا لإما هيقتلوهم وبعدها جيفة وأمه بيمشوا وما كانوش عارفين هيروحوا فين وبيلاقوا نفسهم قدام المعبد وجيفة بيكون تعبان جدا وبيغم عليه ولما أمه بتحاول أنها تفوقه ما بتعرفش وبتفكر أن الجيفة مات وبعدها بتفضل تدعيله أنهو يبقى كويس وما يكونش مات زي ما هي كانت متوقعة وبعدها جيفة بيفوق وبيروح لأمه وكانت الصدمة ليه لما بيلاقيها ماتت من حصرتها عليه وفي الوقت ده بيكرر أنهو ينتئم من أي حد كان ليه صلب موت أمه وبعدها بيشيلها وبينزل بيها وبياخدها وبيروح يعمل مرسم الجنازة وبعد ما بيخلص بيوعدها أنهو عمره ما يسيب حقها وما كانش شايف أي حاجة وقتها غير الانتقام بعدها كله بيقابل الكهن تاني وبيفضل يلومه أنهو ما طردوا جيفة وأمه من القرية لكن الكهن ما بيهتمش بكلامه وبيعرفوا أن اللي حصل ده هو الصح بعدها المساعد بتاع سينغ بيعرفوا أن الفلاحين ما عادوش هيزراعه تاني وأنهم لازم يشوفوا طرق تاني يجيبوا بها فلوس وما كانش قدام سينغ غير أنهو يسرق عمه لأنه كان عنده صروة كبيرة وفي الليل بيبعت رجالته البيت عمه وبيرفع عليهم السلاح وبيقدروا أنهما يسرقوا كل فلوسه وبياخدها وبيمشوا لكن في الوقت ده جيفة بيكون مرقبهم كويس وبيروح لهم وبيفضل يضرب فيهم وعلى الرغم أنهو كان لوحده وبيقدر أنهو يضربهم كلهم ولما بيعرف من صحب الفلوس دي بياخدها وبيروح للبيت وبيدهاله وبيعرفوا أنهو من دلوقتي هينضم الأعصاب تقطع الطرق بس وظفته مش هيكون أنهو يسرق الناس لأنه هينضم ليهم علشان يرجع للناس حققهم وعشان كمان يكون قوي ويقدر أنهو ياخد حقه بعدها الكهن بيروح لسينغ وبيعرفوا أن الجيفة انضم الأعصاب خطيرة وأن كالو هو اللي بيبلغوا كل أخبار القرية وسينغ بيكون متضيق جدا من كالو وبيأمرهم أنهم يروحوا ومشيهم القرية هو وبنته وأي حد من فلاحين يقف في صفه ولما بيرحوله قالوا بيكون معترض على الحكم الظالم ده وبيكون في فلاحين كتير وقفهم في صفه وبيكرروا أنهم يسيبوا القرية ويمشوا معاه بس وقت الرحيل الجزء اللي كان بائم الفلاحين بيتأثر بيهم وفي الوقت ده كل أهل القرية بيسيبها وبيمشوا منها وما بيكونوش عارفين حتى هم مريحين فين وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيلو قدامهم قطعة أرض كبيرة وبيكرروا أنهم يعودوا في المكان ده ويبنوا من أول وجديد ويتحدوا مع بعض ويبقوا كلهم إيد واحدة بعدها بنشوف ليلى أخت سنغ اللي ما بتكونش راضية عن أفعال أخوها وبتعرفوا أن الظلم والشر نهيته وحشة وبتفكروا بالموت اللي ممكن يجيله في أي وقت لكن طبعا سنغ ما كانش همه أي حاجة من دي وبيعرفها أنه مش يرحم أي حد هيقع تحت إيده وبعدها كله بيسافر وبيحاول أنه يقابل كل الناس اللي يعرفها ويحكي لهم على الوضع اللي هو فيه هو وكل أهل القرية وده علشان يقدر يجيب مساعدات يبني بها القرية الجديدة بعدها بنشوف تاني الراجل الغلبان اللي سنغ اختصب بنته وقتلها وهو ماشي وراء المساعد بتاعه وبيترجي يعرفه بنته فين لكن برضو المساعد بيعمل بكل قصوة وبيضربه وبيوقعه على الأرض وفي الوقت ده بنت المساعد ده بيكون مع سنغ في القصر وبيكون حطت عينه عليها زيها زي أي بنت بيشوفها وبيحاول أنه هو يعتد عليها ويختصبها وفي الوقت ده أبوها بيدخل عليها وبيشوفها وما كانش مصدق أن سنغ ممكن يعمل كده في بنته وكانت الصدمة الأكبر ليه لما سنغ طلب منه أنه هو يؤمر بنته نادبات معه النهاردة وهدده أنه هو لو ما عملش كده هيقتلهم هما الاتنين وفي الوقت ده بيحس بالندم الشديد وبيفتكر أبو البنت اللي هو بيعمل بكل قصوة واللي قلبه كان متقطع على بنته طول الفترة دي كلها وعرف قد إيه أنه هو ظالم وأنه شغال الفترة دي كلها مع وحش بشري وبيجري يروح للرجل ده علشان يحكله على كل اللي حصل ويطلب منه أنه هو يسمحه على كل اللي عمله فيه لكن للأسف في الوقت ده الرجل بيكون مات من غير حتى ما يعرف إيه اللي حصل لبنته وبعدها بنشوف جيفة وهو بتحرك بالجيش بتاعه على القرية علشان يطهرها من كل الفساد اللي فيها وأول حد بيروح له هو الدائن لأنه كان عارف أنه هو سرق كل أهل القرية ومخلي كل الفلاحين رهنة أرضاء عنده وجيفة بيرفع عليه السلاح وبيهدده وبيفتح الخزنة بتاعته اللي كانت مليانة دهب ومجوهرات وبيفتكر أمه وقت ما كانت بتحكيله أن الدائن نصب عليها ومرضاش يديلها الدهب بتاعه رغم أنها كانت مسددة كل الفلوس وبعد ما بياخد الدهب بتاع أمه بيلم كل الدهب وبيديل واحد لأهل القرية علشان يوزعه على أصحابه وبعد ما كل الناس بتاخد حقها بيفضلوا يهتفوا باسم جيفة وبيعتبروا بطل وبعدها بيكونوا تدور على الكاهن وبيروح له المعبد اللي هو بتحمى فيه وبيبدأ أنه هو يفكر بكل الظلم اللي هو عمله وبيكون عايز يعرف مني اللي موت المواشي وسخن كل أهل القرية عليه والكاهن بيكون برعوب منه وبيطلع يجري وبيدخل يجيب الدهب بتاعه علشان يديل جيفة مقابل أنه هو ما يقتلوش لكن طبعا جيفة بيرفض وبيشيله وبيطلع به علشان يقول لكل الناس أنه هو اللي موت المواشي وأن جيفة بريء من الموضوع ده وفي الوقت ده الكاهن بيكون حس بالندم وبيبدأ أنه هو يحكي للناس أن جيفة إنسان شريف وأنه هو اللي دبر كل الموضوع ده وفي الوقت ده الأفع بتقرب منه وبتلدغه وبيموت الكاهن وبياخد جزاؤه وبعدها جيفة بيعرف أن سنغي بينقل كل المحصول اللي كان سرقه من الفلاحين وبيقدر هو ورجالته أنهما يعمله علوم كمين وبياخده من سنغي المحصول كله وطبعا سنغي ما بيكونش مصدق اللي حصل وبيؤمر رجالته أنهما يستعدوا للحرب مع جيفة وبعد ما جيفة بياخد المحصول بياخده بيروح الكارية الجديدة وبيؤمر رجالته أنهما يوزعوا المحصول على أهل الكارية كلهم لكن الغريب أنه كانوا بيرفض وبيعرفوا أن المحصول ده مسروق وأنهم عمرهم ما يقبلوا على نفسهم ولما جيفة بيحاول يفهمه أن المحصول ده أساسا بتاع الفلاحين دي وأن سنغي هو اللي واخده منهم بالغزب كانوا بيكون فاكر أن جيفة بيشتغل مع قطاع الطرق وأنه بيسرق وبيقتل في الناس زي ما كل قطاع الطرق بيعمله وطبعا جيفة بيضايق من كلامه وبيسيبه وبيمشي وبعدها دانيا بانتكاله بتعرف أن جيفة كان موجود وبتقدر أنها تعرف مكانه وبترحله لكن كانت الصدمة لها لما بتلاقيه فعلا أنه شغال مع قطاع الطرق وبتفتكر أنه بيسرق وبيقتل زيهم لكن جيفة بياخدها وبينزلها المكان بتشوف فيه أطفال كتير بيعلمهم أصول الدين ومن ضمنهم بيكون فيه أطفال يتامة جيفة كان متكلف بكل مصارفهم وفي الوقت ده دانيا بتعرف أن هي كانت ظلمة وبتروح تعتذر له وبعدها واحد من رجالات سنغ بيشوف التبرعات اللي بالملايين اللي جات لكاله علشان يقدر هو والفلاحين يبنوا الكارية الجديدة وطبعا لما سنغ بيعرف بيكون عايز يسرق الفلوس دي وفي الوقت ده كاله بيكون عامل حفلة كبيرة علشان يحتفل بالفلوس اللي جابها وبيقدر سنغ ورجالته أنهم يسرقوا الفلوس فعلا وللأسف بيخطف دانيا معاه هو ماشي ولما جيفة بيعرف بيجرب أقصى سرعة علشان يروح ينكزع منه وفي الوقت ده سنغ بيكون عايز يختصب دانيا قدام كل رجالته علشان ينتئم من جيفة ويحرق قلبه بوعا لا يحصل لبنته لكن في الوقت ده جيفة بيقدر أنه يدخل للأصر وسنغ بيتفاجئ لما بيلايه واقف قدامه ولما بتبدأ العركة بينهم رجالة سنغ بيكون عايزين يقتله لكن جيفة بيكون عامل حسابه وموقف رجالته فوق وفي الوقت ده بيجي وقت اللي انتئمه جيفة بيكون خلاص هيقتله لكن بيجي أخته ليلة وبتنكزه وبتترجى جيفة أنه يسمحه وبتدله شنطة الفلوس اللي أخو سرقها من كاله لكن برضو سنغ الغادر بيكون في دمه وبيرفع سلاح على دنيه وبياخد شنطة الفلوس وبيهدد جيفة أنه يقتلها لو حد مش وراه وبعدها بياخدها وبيركبها مع العربية وبيجري بيها وجيفة بيكون وراه بالحصان بتاعه لكن فجأة دنيا بتقع من العربية وهي ماشية والعربية بتغرز من سنغ وعلى ما جيفة بيروح ينكزها بيقدر سنغ أنه ينزل من العربية ويروح يركب الطيارة بتاعته لكن بيقدر جيفة أنه يروح وراه وبيفضل يضرب عليه نار في الطيارة لحد ما الطيارة بتولع وبيتخبط بقى في المبنى وبتنفجر وبيموت سنغ وبينتهي كل الشر معاه لو كنت مكمل معي لحد الوقت ده فأكيد ملخص الفيلم عجبك فياريت ما تبخلش علايا باللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معي أكوة ملخصة الأفلام واشوفكم في فيلم جديد ويلا سلام